رجل تزوج واشترط على زوجته عدم الحمل فما حكمش هذا الشرط لا لا يجوز والحمل ما هو بيدها علشان يشترط عليها النمات حمل هذا بيد الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الفرار من الحمل الحمل مطلوب فيه خير وهو مطلوب من المسلمين لهجل يتنامى المسلمون ويكثرون لا تجوز محاربة الحمل هذا تأثر لأفكار الكفار الذين يكيدون للمسلمين ويريدون أن يقللوا من عدد المسلمين دسوا عليهم هذه الأفكار الخبيثة الواجب على المسلم يتوكل على الله وأن يطلب الذرية ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ولقد رسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجه وذرية الذرية مطلوبة وهي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا نتأثر بدعايات الكفار ونقول إن إذا كثرت الأولاد يقل الرزق يحصل ضيق هذا سوء ظن بالله عز وجل الذي يخلقهم يخلق لهم الرزق سبحانه وتعالى لا